طبعا يا فندا لون الاهرام صفحة الاولى وادراب متوقع في الدلتا لحلج الاقتال واقتحام منتظر لدلتا الكتان لله يا دينا مش عارف الاخبار دي اه يا فندا مش عارف عميب الساني هو ده اللي بيحس هو ده الواقع هو ده الواقع طبعا يعني كل هزي الازمات للأسف يا كانت الغام عشان بس ما هدش قولك الثورة نعم وتشوف الثورة خدنا منها ايه وعطتنا ايه لا يعني كل دي كانت سموم وكانت الغام موجودة في جسد المجتمع المريض اكتشافنا انه كان على شفاء الموت احنا يعني الثورة حاولت انقاذه فبدأ يعني ينفض سمومه وكل هزي اعتقد سامح انا اكلت فعلا انا اكلت جملكوية ساموية ينفض سمومه فعلا بالصبت انه جسم المريض في مرحلة نقاها فبيطلع كل حاجة فبيطلع كل امراضه وكل سموم اعتقد انه قطاع النسيج بشكل عام قطاع بقاله كتير بيعاني مش بس مش بعد الثورة القطاع بقاله كتير بيعاني من ازمات من مشاكل خصخصة نتج عنها تشريد الاف العمال حدثة اضرابات كثيرة واحنا نتذكر انه حتى 6 ابريل دي ناتجة عن منسبة اضراب المحلة اضراب الشهير ووعد احداث كثيرة في المحلة بسبب برضو الازمة في قطاع النسيج يعني طبعا بالنسبة لطنطل الكبتان هي هناك حكم لكن الحكومة حتى الان لم تنفذ هذا الحكم بانه عودة الشركة لاحضان الدولة مرة اخرى بعد حكم المحكمة الشهير ببطلع كل اجراءات البيع للمستثمر السعودي وعودة الشركة الاحتجاج حتى الان من العمال او التزمر من العمال ناتج على ان الدولة حتى الان متبطة في اتخاذ الاجراءات العملية لعودة الشركة مرة اخرى لاحضان الدولة يعني بغض النازل نعتقد انه قطاع النسيج في المرحلة القادمة يجب ان يكون فيه اولوية الاهتمامات لحل هذا القطاع لانه يعني احنا كنا بنفتخر زمان بانه اقوى قطاع واقدم قطاع عندنا هو قطاع الغزل والنسيج وانه كنا بنفتخر بان احنا الذهب الابيض الاطن الى اخره لكن هذا القطاع اصبح بيعاني مشاكل كثيرة جدا وخسائل كثيرة جدا وانه فيه مصانع كتيرة قفلت وعمالت شرادت فانه اعتقد انه يجب ان احنا بالفعل نضع فيه قائمة اولوياتنا علشان نعتقد انه هل هل انه ده احدى ركائز بالفعل الصناعية في مصر طبعا منذ العشرنات يعني منذ انشاء حتى مصر غز النسيج في المحلة الكبر المصر يوم صفحة الاولى تكدس عشر تلاف من متخلفي عمرة شعبان ورمضان في مواني اسورية هو مش واضح اذا كان كلهم مصريين او لا بس يبدو انهم معظمهم مصريين ودي الازمة المستمرة المتكررة متكررة كل سنة وانه اعتقد ان احنا يجب ان المملكة العربية السعودية خادت اجراءات قوية جدا ضد كل من تخلف يتم ترحيله فورا اعتقد ان هذه الازمة يعني بعد الثورة انه نحنا نحنا بالنادي بإعلاء شأن الإنسان والحفاظ على كرامة الانسان المصري اعتقد ان احنا يعني لا يرضينا ان احنا نعرض اي حد لأي اهانة في اي دولة عربية بعد ذلك وخاصة في المملكة العربية السعودية وخاصة من المتخلفين من عمر الشعبان ورمضان هو بنتظروا لغة الحج انا كنت زرت وشفت شفت بعد مناظر الناس شيء مؤسف جدا اكيد انه دي مسئولية حكومية انه على اقل يجب وقف او منع او حجم هذه الظاهرة تحجيم هذه الظاهرة انها بتسي للمصريين في الخارج يمكن دي كمان يعني الازمة دي كانت ازمة الحجاج المصريين اللي كانت نتجة برضو عن العشوائية وعدم وجود مشرفين وسابوا الحجاج في طريق من عرفات الى مزدلفة الى ميناء يعني كل ده برضو نوع من العشوائية في ادارة الازمات بتاعتنا اللي هي مسامرة حتى الان سيد عادة لسا نقولي مدير تحديد من اليوم السابع باشكر هدرك على وجودك معنا لانا كان نفسي يكون عندنا وقت بالتأكيد منهم اكبر عشان نستكمل بقية الاخبار بس انا عايز عبر هدرك عشان واشنطن تتراجع عن ضرب الايران انا عايز اعرف منك اللي حصل بقى بالزبط لا يعني طبعا كان في تهديدات كثيرة جدا يعني طبعا يعني مسألة لعبة القط والفار ما بين الولايات المتحدة واسرائيل وبين ام الايران يعني اعتقد دي مستمرية لكن هي المسألة كله بستخدم اوراقه اعتقد المسألة لن تصل للحرب ان الولايات المتحدة لها مصلاحة في المنطقة هي تدرك تماما قوة ايران واسرائيل مش في استعداد كمان نفوز اليراني في المنطقة هناك قوات في العراق ان العراق في قدر كبير جدا على سكان الشيعة فاعتقد هي المسألة لن تصل وكما هي تهديدات الكل علشان يحقق المصالح من خلال هذه التهديدات ده بالتلخيص يعني سيد سعدل السنهوري مدير تحرير المسألة بشهر حياتك على وجودك معنا نهاردة شكرا دينا واتمنى لك يوم سعيد ارشاء الله بإذن الله نروح لفاصل ونكمل معاك وباقي فقرات نهارك سعيد